اليمن عاجل بدء انقلاب كاملا على الحكومة الشرعية وهذا ما حدث إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة يتفصل في هذه الأثناء تنفيذ انقلاب كاملا على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من جانب سلطات وميليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات تنفيذا لقرارات تخذتها وأعلنتها قبل لحظات هيئة رئاسته متذرعة بذريعة نفسها وركب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الأوضاع وقرارات رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع لها عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس المجلس اللواء أحمد بن بريك توجيه محافظين محافظات التابعين له بالامتناع عن إيداع الإيرادات العامة في حساب الحكومة بالبنك المركزي بعدن أكد هذا الموقع الإلكتروني الناطق باسم المجلس الانتقالي في بيان انقلاب جديد بثهو قبل لحظات ضمنه قرارات الاجتماع تحت عنوان بيان سياسي صادر عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن وجاء في البيان يا جماهير الشعب الجنوب العظيم أمام هذه الأوضاع التي أنتجتها حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية سبق وتم توصيف شرح ذلك مرات كثيرة فإن إدارة الجنوب من قبل أبنائه انتقلت من القوضي إلى الفعل مضيفا إلى أن هذا القرار يستند إلى أدبيات وأصص وثائق المجلس الانتقالي الجنوبي والميثاق الوطني الجنوبي معللا فرضهما يسميه الإدارة الذاتية للجنوب وانقلابه على اتفاق رياض الأول في 2019 والثاني في 2022 تتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة وتابع إن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والأليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرارا رئاسي من الرئيس عيدروس الزبيدي والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه مدعومة بميليشيات المجلس الممولة إماراتيا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة